موسيقى موسيقى اخ اخ يخرب بيتك من قامتك هل تضربيني؟ بضربك و بربي فيك الناس بدك تتزوج عليه؟ ما بتستحي على حالك؟ قال بعد الكبرة جبه حمره بعدين من وهيا بعدي يلي بده تتزوجك وعلى شو؟ على طلعتك البهية؟ او على معاشك المبهدل؟ يخرب بيتك مكورني لك اذا الشرع محلل لي اربعة ان شاء الله بينحلوا ركبك انتو الرجال ما بتعرفوا شي بالشرع غير الزواج لك اذا صلاة ما بتصلي وما بتعرف وين القبلة ولا بتصوم ولا بتزكي واخر شي بتقلي بدي اتجواز ليكون مفكر حالك الحجم تولي ما في غيرك المكورين اساسا انا ما نعديت غير منك تشو لساتك عم تتابع مسلسلات وافلام اساسا ثقافتك كلها من المسلسلات وهذا ما بتسمى الفيسبوك والنعم والله بعدين انا ما عم بأغذب الله ايوا بالنسبة للصلاة صح انه بقطيش الله يهديني وصح ما بزكي وبعرف انه هيكون دين علي وبدي اوفيهم ان شاء الله تعالى بس هذا الشي ما بيمنع انه ما اتزواج تمام انت بس فكر تفكير وشوف شو بده يصير فيك بركي بدي يساوي فيك اكتر من هيك رايحنا عند الشيخ انا هو اللي بيفتي بيبين لي هذا الشي برافو حتى مشاكلكن ناقلينا عالمشفى وما بيكفي اخناق ببيتكن وقدام الولاد وجاي انت وياه تكملوا مشاكلكن هون عيب عليكن والله عيب اه رايح يشوف شايف بده يعرف الفتوى المظبوطة ويجي يقنعني شوف يا حبيبتي بدي اقولك شي انا مرة كنت حضرانة بس من البصوص الدينية يلي عم تطلع وتعلق الناس مع بعضها البعض وسألوا الشيخ عن تعدد الزوجات والناس عم تعلق مع بعضا شي مع وش ضد وطلع تعليق خلى الشيخ يستنفر وكان التعليق مزعج انا بستحي انه احكيه بس هيك صايرة الناس والمجتمع انه بتخلي زوجها يروح ينام مع وحدة طبعا مو بمعنى انه تأمره يروح بتغط بصر عنه يعني يزني بس المهم ما يتزوج عليها يعني بالمختصر مرجوعه على بيته وما بقول غير الله يكون بعونك انا حبيبتي عم قللك شو عم بصير عكلين الحمدلله على سلامتك هلأ جوزك هو ونازلت قللي انه ما حي رجع لهون قلعطاكي مصاري وبتنزلي على المحاسبة وبتدفعي تكاليف علاجكم يش ربيته من قامته هيك قلليك انا بورجيه خير خير حبيب شو صاير معاك لاعب قطة وخربشتني طبعا عليك المثل اللي بيقول اللي بده يلاعب الارض بده يلاعب الاخره من شهر خليك بحالك لو سمحت خير خير يا اخي شبك مين عامل فيك هكك؟ خرمشني القط يا شيخ واضح خرمشة قط بس القط دك لما انت يا ترى والله انت يا شيخ انبين يا مسكين ها بشتك هبش وانا كمان ما اصرت والله يا شيخ اوف كمان انت خرمشة؟ ايه؟ ها 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 يا شيخ؟ شو صاير معاك؟ حالف طلاء؟ ولا شو استاك؟ والله يا شيخ بدي يتزوج عن امرتي وصار ياللي صار وتخانقنا وجاي ااخد فتوى منك انو ليش النسوان ما بيحبوا رجال وميتزوجوا عليهم؟ الحقيقة يا اخي الاصل في تشريع التعدد الاباحة وليس الوجوب يعني الاسلام لا يفرض التعدد لكنه يسمح به تمام لهون؟ والمقصود من تعدد الزوجات الا تبقى امرأة في المجتمع الاسلامي بلا زوج حتى لا تحدث انحرافات خطيرة وينتشر الحرام ويسقط المجتمع يا اخي الكريم ابو شو حضرتك؟ ابو بكر شيخي والله والنعم مارئ علي اسم بكري حضرتك عندك ابن اسمه بكري ما بتذكر شو كنيته؟ ايش يا اخي بكري السياتية بيكون ابني كمان شو عم يصير معكم؟ ابنك طلق وانت بدك تتزوج على مرتك؟ ما حتخلصوني من مشاكلكم؟ شو قصة العيلة عندكم؟ اصار بدكم معقب معاملات تحت ايديكم؟ يا شيخنا ما في مشاكل بيني وبين مرتي بس بدي اتزوج شو رأي الشرع بالمسألة هاي؟ اول شي انه يكون في عدل وهلأ ما في عدل بين الناس ليكون في عدل بين الزوجات تعدد الزوجات يا ابو بكري في الاسلام صارت وبائية هيك بيتوهم البعض ويتوهمون انه تسعين بالمئة من الرجال المسلمين وتزوجين باكثر من زوجة والاحصائيات العلمية بتقول انه المتزوجين اكثر من تنتين ما بتزيد نسبتهم عن ثلاثة بالمئة لانه اذا فكر بس مجرد تفكير حيصير مثل حالتك يقول الله عز وجل في سورة النساء بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادناء لا تعولوا روء مجتمعنا في هذا الوقت يرفض التعدد والزواج من امرأة اخرى وعند النسوان في هذا الوقت انه يروح زوجها يزني والعياذ بالله بس انه اخر انهار يرجع ينام ببيته ويا اخي ابو بكري ما حيصير في عدل وحتضيع الحقوق في عندك رجل يا ابو بكري بتكون حاجته للنساء اكثر وما بتكفي وحده وما بتحصن وحده اذا كان اضافة لهي الرغبة الشديدة قادر على اسكان الثانية والانفاق عليها والعدل بينهن في نفس الوقت عندئذ يحل التعدد وتحل مشكلته فلا يقع هذا الرجل بالزنا والعياذ بالله ومن شأنه ان يفسد المجتمع بعرف طولت عليك لكن بدي انهي هاي الجلسة واختم فيها بانه هاي المشكلة من حيث الواقع تكاد تكون معدومة بس يلي في قلوبهم مرض بضخم هاي الامور لينالوا من الاسلام واظهاره على غير حقيقته كان بتمنى تكون مرتك عب تسمع هذا الكلام بس بإمكانك توصلها اياه وتفهمها اياه ما بعرف شو بدي اقول لك يا اخي ابو بكري فضل شو بدك تقول يا عشيخ اقول اهلين اختي مين حضرتك انا مرت ابو بكري يا عشيخ يا ساتير اخ ربيتك مرهين مرتك اهلين اختي يلي بيحب انه بيخلي السلام عليكم اشتركوا في القناة